طبعا احنا احنا اكيد يا مونة من فينا ما عندوش ذكريات حلوة في جنينة الحيوانات والرحلة المعتادة كانت اما مع المدرسة او اخر الاسبوع مع الاهل او بنصور وحنا اطفال او بنصور فهيلا نقضي اجازة سعيدة انا يا اما صورت كمان انت صورت اغاني مع النجمة صفاء بصفاء بنحييها طبعا وانا صورت بسلسل فرفاشة ومش عارف الحاجات للاطفال والعيد واغاني العيد كان لازم يبقى لنا مع استاذ شكر بعميرة طبعا اغاني جميلة في العيد الاستاذ شكر بعميرة طبعا واستاذ مجد بعميرة كمان كان وقسم مشترك في كل الاغاني الحلوة اللي هي علاقة مباشرة بالمناسبات المبهجة الحلوة اللي ممكن كلنا شاركنا فيها مثل جنينة الاندلس وجنينة الاسمك وكلنا الاماكن دي كلها كنا بنصور فيها جنينة الحيوانات فصحة جميلة جدا للمصريين من خديم الازل لكن هي علشان هي مهمة عند الناس جدا فهي واحدة من اهم عمليات التطوير حاليا بتتم خط تطوير الجنينة دي بتستهدف رفع كفاءة جميع الخدمات اللي بتتقدم فيها عشان نقدر ان احنا نعظم الاستفادة من مقاومتها الجميلة الموجودة ونستعيد الطابع التراثي الحلو مع اعادة احياءها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضرة ما يعني تعتبر متنفس جميل الصور زي ما انتوا شايفين كده قدامكم على الشاشة التطوير بدأ النهاردة بالفعل خلاص اتقفلت مش هنستقبل زوار بس لفترة قليلة فترة مضغوطة على فكرة يعني 18 شهر ان شاء الله وهتشوفوا حاجة نقدر ان احنا ننافس بها حضائق الحيوان على مستوى العالم بجد يعني تحالف كبير من كبرى الشركات العالمية والمصرية علشان نقدر في الاخر ان احنا نعيد صياغتها ونعيد لها الرونق الجميل الاحلى كمان من زمان السنة ونص مش مش كتير على اللي هيحصل لان هيحصل ربط كمان بين جنينة الحيوانات وحضاقة القرمان بنفق بيجمعهم مع بعض الناس تقدر تتفسح وتتحرك من ده ده اكيد هيبقى فيه شغل عالمي شغل حلوي يليق بمصر واسم مصر شكرا جدا وهنستنى طبعا لما نشوف حدث جميل في حضقة الحيوان والقرمان مع بعض ان شاء الله اللي تصور فيها معظم الافلام طبعا 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 وكمان احنا يعني فيه ناس ممكن تفكر طول الله طب والحيوانات اللي جوها يعملوا فيها محافظين عليها في اماكنها بتاكل بتشرب مبسوطة 24 اراض زي ما هي بالزبط اللي حين اعادتها تاني الى مكانها وكمان فيه اشجار اثرية بقالها مئات السنين ما حدش هيلمسها وما حدش هيجي ناحيتها ده بتوجيهات رئاسية طبعا بسيطة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما حدش هيجي ناحية اي حاجة اترية اوتراتية موجودة في المكان احنا بنحافظ عليه وبنطور في امكانياته وكمان البنية التحتية كمان فيه شغل طرحته البنية لان احنا بنسافر بنشوف يعني الاوبنزو او اي حديقة في العالم بنغير لان احنا عندنا حديقة حلوة وجمعها مع الارمان ان شاء الله هيبقى عمل حضاري مستوى على مستوى عالمي جدا واكبر حاجة في العالم ان شاء الله تشرفنا ويتخلينا نفرح من غرشة على بلدنا لما نطلع بره فاخيرا لقينا فيه اهتمام وعناه وإرادة السياسية ان شاء الله